موسيقى يوشا ومكاكا ما الامر يا طمطو؟ اني سيد الراقة اريد ان اقول لك شيئا ارجوك ارجوك ان تكون صديقتي ها وماذا ستعطينيك هدية ان فعلت ذلك؟ ماذا؟ هدية؟ اجل هدية آه يا أنسة ذراقة هل لتقبلت مني هدية أيضاً؟ وأنا أيضاً أريد أن أهديك هدية أوه ما أرواها إلا أني أشعر بالجوع كم هو لذيذ لذيذ لا لا إنه لذيذ حقاً إذا هل تقبلينني صديقنا أنسة ذراقة؟ وهل تقبلينني أنا أيضاً؟ بالطبع أنا أحب الأشياء اللذيذة أنسة ذراقة تنبطم تنبطور انهض، الفطور جاهز كان حلمين احذر بالسرعة للفطور ارهض هدية انني حتى لا املك مصروف جايبي مطلوب عمال للعمل نصف دوام حسنا ساعمل هنا لكسب بعض المال انه محل بيتزا ارجو المعذرة سيدي هل يمكنني المساعدة؟ ادعى طمطوم اريد ان اعمل هنا هل تقبلني يا سيدي؟ حسنا انا ادعى شاطر هل يمكنك تسليم فطائر الفيزا؟ اجل ساقوم باي شيء ستجدني مجتهدا ونشيطا ليست لدينا اي طلبيات سيدي شاطر صحيح في الحقيقة لدينا عدد قليل من الزبائن ماذا؟ هل اغلق المحل واعود الى بلدي؟ هل تغلق المحل؟ أتعني اني لن اتقاذ اجرا لا لا هذا غير معقول هل انت جائع يا طمطوم؟ نعم انتظر لدقيقة هذا رائع إنها بيتزا مصنوعة بشكل خاص إنها حارة كن حذرا لم أتناول أية بيتزا من قبل شكرا لك كيف وجدتها؟ إنها مالحة كما أنها ليست حارة هذا صحيح إنني لا أستغرب أن لا نحصل على أي طلبات يبدو أنه يستحيل علي إدارة محل الفيتزا ماذا تقول سيد شاطر؟ إنني أحب الطماطم مع أنها على شكل مصحوق ولكن لا يهم ولا خوف أن تؤذيني لأنها باردة فعلا تعني أنها رديئة؟ أعني سأتوقف عن ذلك العمل وأغلق المحل وأعود إلى قريتي وإلى أمي أيضا انتظر انتظر سيد شاطر أرجوك هل تعني أنك ستتخلى عن محل الفيتزا؟ لدي فكرة جيدة لن أحصل على أجر من رائع ماما خدور إنك أفضل طباخ في العالم إنك خبيرة طبخ إنه لذيذ ماما خدور إنه صوت طمطوم لقد حضرت في الوقت المناسب ألا تريد أن تتذوق توابل المراق؟ ماما خدور أرجوك أن تساعديني ما الأمر؟ فهمت الآن؟ أخبريني كيف وجدتها؟ هناك ثلاثة مشاكل إذا استطعت أن تحلها يمكنك أن تصنع أطيب فيزا ما حقا ما هي تلك المشاكل؟ أعجنها جيدا أولا ثم قلل البهارة في مراقة البيزا وقبل كل شيء أصلح الفرن الفرن؟ الفرن لا يعمل فلن تسخن الفيزا وستكون غير ناضجة تماما الفرن؟ كيف وجدته دكتور أناناس؟ أترك الأمر لي واحد، اثنان، واحد، اثنان القوة الجسدية ضرورية للمطبخ؟ نعم اعجل، اعجل أكثر انتهى العمل سيد شاطر اه؟ 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 اشعر بالإثارة وأنا أراقب ما يجري أنا جائع ولا أهتم بالطعم، فدعونا نأكل أما أنا فسأصبر لا أستطيع الصبر أكثر من ذلك، فأنا شيعة جدا لقد انتهيت منها سيد شاطر حقا؟ تذوق الطعم من فضلك؟ تذوقها من فضلك طمطوم أنا؟ حسناً سأتذوقها مه? ها؟ اه اور انها لذيذة، حرة ولذيذة اوه، لذيذة جداً، انها فعلاً لذيذة ها؟ هي كذلك؟ انها حقاً كذلك إنها مختلفة كثيراً عن أولي أمس إنها لذيذة جداً رائع رائع أنا أريد أن أكل منها شكراً جزيلاً ماما خضر ودكتور ألاناس شكراً لك يا طمطوم شكراً لك أنا مدين لك بكل شيء إنك تحرجني يا سيد شاطر الآن أستطيع أن أعمل نسوى دوام آه أنه أمر مؤثر جداً نستطيع أن نفعل شيئاً طالما أننا نستاعد بعضاً على البعض آه والآن قفوا في الصف ها هنا خدوا أرجوكم أرجوكم قفوا بانتظام مبهومه لا أريد درجة ستجول في الروضة الخضراء وأوزع منشورات إلى جميع المنازل حلال حضب هنا بيتزا الروضة بيتزا حدد ثلاثة سنقوم بتوصيلها خلال الثلاثين دقيقة نعم إثنتان منوعتان حسناً سأقوم أنا بتوصيلها هيا تبدو لذيذة أبله أنا أكره هذا الطبق الردي الذي يحبونه ولكن ولكنه يبدو لذيذة سرعوف أليست لديك فكرة جيدة نستطيع أن نفاجئهم بها لنفشل مشروعهم آه أجل نسب الشورة لقد كنت أفكر في هذا الأمر ملياً إثان وبعد سيقومون بتوصيل الفيزا إلى أي مكان خلال ثلاثين دقيقة هم هم وإن لم يصل الفيزا خلال ثلاثين دقيقة تصبح مجانية إذان لقد فهمت فكرة جيدة لقد عدت شكراً الطلب الثاني للآن سبشورة يجب أن توصيله خلال ثلاثين دقيقة يا طمطوم هادر المعذرة نعم آه أين الطريق إلى محطة الروضة بكل سرور سيدتي إنها على الجهة المقابلة هناك آه آه يا للخجل إني في ورطة في ورطة كبيرة لا أستطيع المشي لقد فجأتني نهبة الروماتيزم آه 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 أهلاً إن طمطوم في طريقه عائدني على المحطة حول علم آه لقد تأخرت كثيراً آه آه لم يعد لدي وقت كاف لتوصيلها آه 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 إنه درج مفزع يا إلهي آه 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 لقد تأخرت كثيراً عن الوقت إنني جائع جداً لقد تجاوزت الوقت المحدد لك منذ أن طلبنا البيتزا قل لي ماذا حدث؟ أنا في غاية الأسف إنها مجانية لأننا لم نستطع توصيلها خلال ثلاثين دقيقة شكرا لكم ودعا كيف أخبر السيد شاطر بذلك؟ تبدو لذيذة أنني آسف سيد شاطر لا تقلق هناك أشياء كثيرة في الحياة لا تقلق تمتم مرحبا في الزرودة إنني آسف فقط منذ قليل؟ نعم نعم فهمت طلب آخر؟ إنه من الأنس بشورة ثانية إنها تطلبها هذه المرة إلى أرض الروضة سأقوم بتوصيلها في الوقت المناسب أنيسة بشورة أنيسة بشورة أحضرت البيتزا أين أنت؟ إننا هنا يا بيتزا الرودة نحن فوق في العربة تعال إلى هنا من فضلك تعال إلى هنا لا تبقى ثلاث دقائق من هنا من هنا تبقى دقيقتان لقد وصلت تشوزت الوقت يا إلهي لقد تأخرت هذه المرة أيضا لن ندفع ثمنها هذه هي القصة ما رأيكم؟ قصة مريبة لا نسامحهم سيرون مني مفاجأة قاسية أجل لن يتذوقوا بعد الآن بيزا السيد شاطر مجانا لكنني أكره العنف وأنا أكره العنف أيضا أتسأل إن كانت هناك فكرة جيدة اسمعوا عندما نتلقى منهم طلبا آخر نوصله خلال نصف ساعة مهما كلف الأمر فكرة جيدة لبس بهذه الفكرة لنجي الأنسي محقا هنا بيتزا الروضة الأنسة بشورة ماذا؟ بيتزا قطرها خمسة أمتار هذه البيتزا لا يمكن تحضيرها في فرني وجدتها؟ اخبزها بسرعة ليس لدينا وقت كاف هيا أسرعوا هذه البيتزا لذيذة جدا وتغريب عدم التوقف عن الأكل لن يتمكنوا من صنع بيتزا قطرها خمسة أمتار أبدا وستكون مجانية يا إلهي أنسة بشورة إنهم آتون بالبيتزا ماذا؟ أحضروها؟ اغترقت القطعة الأخيرة لكنهم ذهبوا جميعا لماذا حضر كل هذا العدد لتسليم طلب البيتزا؟ سرعوا فيني خائفة لا تقلقي ليس لديهم سوى خمس دقائق كما أنهم لن يستطيعوا صنع بيتزا بهذا الحجم لكن هيا لنسرع من هنا هيا أنسة بشورة هذه البيتزا صنعت خصيصا لك ولكن أنا لم نطلب بيتزا صغيرة أسرقوا يا أدخش عن لك لدي بيتزا أخرى هيا أجمعوا الفيتزا جيدا بسرعة أوه نادي هنا لم يتمقى حد أنوقع أنظروا لم تتتمل بعد لم تتتمل لقد تأخرت مجددا عن الموعد حسنا أخي أثلاثون ثانية لم تصل في الوقت المناسب ماذا يفعل طمطوم تأخر كثيرا أين هو الآن أين هو مرحبا أنا قد وصلت إنها ثقيلة هيا أسرع لن يبقى لدينا وقت أسرع حسنا سأضعف وجهدي أسرع 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 هيا حضرت في الوقت المناسب أليس كذلك؟ أحسنت سأضع أحسنت سأضع إنني سعيدة جدا جدا شكرا لكم شكرا ادفعوا ثمنها من فضلكم هيا ادفع ثمن هيا أسرع ها هو أجرك ها؟ هل هذا كله لي؟ لقد ساعدتني كثيرا يا طمطوم وأريد أن أشكرك شكرا جزيلا لك سيد شاطر أريد أن أطلب منك شيئا ماذا هناك يا طمطوم؟ دراقة هذه هي هدية لك ها 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 ه بالتأكيد كنت تفكر بي وأنت تصنعها شكرا جزيلا شكرا لك يا طنطوم ربما ما أشاهده خيالي أبدو كأني بدينة بعض الشيء لا لا لن تصبح بدينة أبدا أبدا إذن إنه مجرد خيال فقط لقد أكلت كثيرا من البيزا أشهر برغبة في البيزا أنا أحب البيزا كثيرا